ولكن قبل ده عايزين نقف عند لقطتين يعني بيشعلوا السوشال ميديا النهاردة اللقطة الأولانية لقطة البرميل اللي حضراتكم شايفينها دي الجرد اللي أزرق والجرد اللي أخضر وتلاتة من لعابة المنتخب مين؟ السلية وواحد من دينا ظهروا مش عارفين مين هنعرفوا بعدين ومو صلاح محمد صلاح التلاتة وهم واخدين دورهم في الاستشفى الجرد اللي دي دي جرد الميا بتلج عشان يحطوا رجلهم فيها يعملوا استشفى عشان تفك العضلات ده معروف الميا بتلج ولكن تخيلوا حضراتكم ده الوضع اللي اللعيبة فيه هناك في البطولة يعني مش متأكدين إذا كانت الصورة دي النهاردة ولا الصورة دي بعد ماتش كوديفور من يومين تلاتة مثلا ولكن على كل الصورة دي من معسكر المنتخب الوضع اللي اللعيبة بيعملوا فيه الاستشفى خدوا بالحضراتكم ان اللي واقف في الصورة ده صلاح الراجل ده تمنه تمنه القيمة السوقية بتاعته 100 مليون دولار 100 مليون دولار دي القيمة السوقية لمحمد صلاح فالراجل واقف زي كده محرقكم شايفين مستني دوره في البرميل عشان يعمل الاستشفى بتاعته حاجة الحقيقة صعبة جدا 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 انبارح كان معانا كابتن حمد طلبة طبعا لعب بناد الزمالك والمنتخب السابق كان بيقول ان في الجابون كان صلاح جايب معا جهزة استشفى كان بتاعته شريع الحسابه وكان جايبة لكن واضح ان الوضع المراضي صعب ويظهر صلاح يمكن يعني مش جايب معا كل حاجة ولكن لازم فكرة البرميل ده القصة بس هنا بعيد بقى عن الداحك وعن الطرافة اللي في الصورة واللعيبة والكلام ده ولكن فكرة ان ازاي الناس دي بتستحمل ازاي الناس دي بتقدي شغلها ومضطرة ان هي تتعامل مع اوضاع صعبة اكيد صلاح في ليفربول بيتعمله اللي ما يعمل عشان الاستشفى واحدث اجهزة وكل اللي حضراتكم تتخيلوه ولا تتخيلوه احدث ما وصل الى العلم والابتكارات في مجال الطب الرياضي والاستشفى فرغم ده وهو طبعا وباقي العابة في المنتخب ولكن ليوم كل التحية والتقدير الحقيقة على الجهد اللي هم يبزلوه ونيجي واحنا عادين بنتفرج للامانة يا عم مد رجلك يا عم مجري شوية ولكن عشان يمد رجله وعشان يجري دي لازم في منظومة كاملة لازم تتحقق له ومن بينها الاستشفى اللي هم بيعملوا الاستشفى بجردل الميا والتلك زي ما حراكم شافين في الوضع الصعب ده فربنا يا ربي يقويهم ويوفقهم